مطالب معروفة لكن يوجد سقف معين للمطالب أصبح الآن يفرق الجزائرين إن صحى التعبير خاصة المنظوين تحت الحراك الشعبي لأنه البعض يقول أنه سقف المطالب غير محدد ليس هناك ما يفرق هذا الشعب صدقني منذ حوالي سنة كنا نتكلم عن الانتخابات وأنا أتكلم أمام المجتمع قلت أنه قبل الانتخابات بشهر أو شهرين سوف تكون هناك المفاجأة وقعت المفاجأة فعلا الآن من يريد أن يلسق بهذا الشعب أنه شعب مناسبات هذا خطأ سقطت هذه الأطرحة سقطت هذه الأطرحة الآن الشعب تحرك والحراك هذا الذي يدور في الشارع نزل من رحم المعاناة نزل من رحم الغلب نزل من رحم الظل والاحتقار الآن الشعب انتهى لم يعود يتقبل لم يعود يثق الآن الشعب سوف يستمر إلى النهاية عندما يختار شاب في عمر العشرين أن يلقي بنفسه إلى البحر ماذا تنتظر منه؟ الآن الجزائري لا يخشى الموت يده على كف وكرمته على كف إما أن يحيى كريم أو أن يموت الشارع الذي أخرج الجزائريين إلى الشارع هو اعتبارهم اعتبارهم مجتمع لا يفقه أو اعتبار الشباب لا يفقه وغير مسؤول الآن الشباب خرجوا وأثبت للعالم أنه شعب مسؤول وأنه يفكر وأنه عندما يقرر يضع الخطوة الأولى إذن لا تحتقروا هذا الشاب ولا تحتقروا هذا الشباب لأنه شباب صبر كثيرا الذي مولد في سنة 1990 الآن نرى في عمره 29 سنة ماذا فعلتم لهذا الشاب؟ هذا الشاب عندما يذهب للبحث عن عمل لا يجد عمل عندما يبحث عن حل مشاكله ويريد أن يغادر البلد ينصدم به عدم الحصول على بيجا